وهو التراميو الباسواي. الباسواي اولا قصة غريبة. قصة غريبة. قصة غريبة احنا بحال نبحال لكم. شو احنا كمنتخبين? والله سيدين ما مخبين عليكم مواله. علاش? لان السيدة العمدة قاتلنا في دورة بشكل رسمي انها تشيغة الباسواي تفتح شهر سبعة. سبعة دي السنفت. طيب يتحال ما عندنا مواتيقة ديالو. ما ما عارفينوش كنخسوكون بالضولة ولا بالمزق. ما عارفين كادا. احنا اللي عارفين انه وغين فتح شهر سبعة. ده شهر سبعة ده تمانية ده زئيلة غاديك. احنا ديالو شهر جوج. ها هو غبر دم. ها هو غبر. بطبيعة حال بدون اشتراك البيضاوين. بدون اشعار البيضاوين. بدون اشعار المنتخبين. دب كنا كبيضاوين وكمنتخبين. عدد كبير ديالبيضاوين كان عندهم اعمار في باسواي. لانك يوصلهم ما بين الباسواي ما بين طراموين. ما عندهم تجاوب. وش غيبونوش ما غيبونوش ما غيبونوش. وهذا هو اللي كنقول بان لاخوان المكتب سيلا ما عندهم مش استراتيجية تواصلية. تايلي عندك شي اشكال. وكين اشكال حقيقي. اشترك المنتخب بعدها. خلي المنتخبي يبلغ للصحافة يبلغ المواطنين يبلغ هذا. يقول هذا. احنا الان كنشوفوا بان الباسواي ما كين. وانتمنوا ان السيد العمدة تقرر الاخباري اللي مفروض جيبوا في الدورة. ما جيج يقول لي نار انا مشيت لهذه اللقاء. تصورت في هذه الحفل الفني. جاوبنا على هذا شي. تقول للمواطنين ان تقريقي خبالي غا تكون في الصحافة. تقول لي وماش واقع في الباسواي. باش احنا احنا بغانا عارفو معاكم. احنا ما عارفينش. بغانا عارفو معاكم. واش غاي خدم بعدها. فهمتي؟ التراموين كالتزام دي سنة 2020. ونقولك واحد القادية. حضور الوالي كان اساسي في هذه المسألة. حضور الوالي سرع العمل دي تراموين. هو اللي خلينا لان كان نشوفو انه غالبية الاشغال انتهت و لكن رجاله قلنا نفتحته في نهاية في نهاية 2023 لان احنا في شهر جوج رابق ما هذا ولكن كان نظن بانه كتر من 99% دي الاشغال دي الاشغال دي التراموي بنزهات الان و قارباً غد يفتح